السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدون مقدمات جبت لكم الجديد العاجل للأخبار المتداولة في الصحافة العالمية طبعاً على المحترفين المغاربة تحديداً مع سليم أم الله سوفيان أم رابط حاكم زياش يوسف نصيري زائد تحليل هدف اليوم ديال بادر بانون وخبر مهم جداً متعلق بمنتخاب المغرب والكلام أيضاً سيكون على المفاجأة غير المتوقع ديال لعب ريال مادريد لوكا مودريش المهم كانت تفاصيل كثير جداً وكالعادة سنسرد عليكم كل شيء بالمختصر المفيد لذلك ندخلوا مباشرة في الموضوع والبداية ستكون مع الأخبار المبشرة بالخير بخصوص انتقال سليم واللغي الباريحة سبحان الله درنا عليه وشفنا شنو قال مودريب ستاندارد ورياج على البلان اللي واقع عليه مع النادي وبالمناسبة رأه تم حدف الفيديو ديال باريحة من طرف اليوتيوب بسبب بعض لقطات ديال أمين عادلي فجدرنا تحليل بالفيديو الأصيص والهدف ديالو ولكن الفيديو رأيك في الباش دي الفيسبوك وهذا كان تنوي بسيط فقط لك يسول عليه سبب حدف الفيديو المهم نرجع مع جديد أمين الله فحسب الصحف الإيطالي فابريزي رومانو قال بي أنه نادي بلد وليد قريب من التعاقد مع اللعب أمين الله سليم وزادوا قال بي أن الصفقة في مراحلها الأخيرة وأنها قد تكتمل هذا الأسبوع يعني حسب تدوينة رومانو فابريزو فانتقال مغربي أمين الله هي مسألة وقت ليس إلا وطبعا في حالة الإعلان رسمي عن الصفقة سيكون سليم هو الثالث لاعب مغربي كيحمل قميص فالدوليد في الوقت الحالي بعد كل من المدافعين زوير فضال وجواد ليامعك وأمانة كنت كان فضل سليم ينتقل شي نادي أفضل بحكم المؤهلات والإمكانية لك يتميز بها طبعا ولكن نرجع ونقول اللهم بلد الواليد ولا جاحيم ومشاكل واعقال ستاندارد ولياش عموما نحن في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة وكل توفيق للدولة المغربية أمن له أما بخصوص الدولة المغربية الآخر يوسف نصيري فالواضح أن نادي نيس عازم باش يتعاقد مع اللاعب فبعدما موقع فوت ميركاتو قالوا أن المغرب يعطى الموافقة دياله للانتقال للنادي الفرنسي وبين قوصين إدارة نيس كانوا حطينه في الأول كخيار تاني المهم اليوم خرجت أخبار جديدة وهذا المرة من إداعة كادينا كوبي الإسبانية واللي قالوا حسب مصادرهم أن إدارة نيس قدمت عرضا بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد مع الدولة المغربية النصيري موضحة أن إيشبيليا لن يمانع بانتقال مهاجمه المغربي لأن هذا العشرين مليون يورو التي قدمت بها نيس هي نفس القيمة المالية التي أعطيتها وسط هام يونايتيد وأنا ذاك إيشبيليا وفقت ونصيري رفض ذلك تماما بداية أنه لا يريد أن يتخلى على الفرق في هذه الضرفية الصعبة رغم أن إيشبيليا بنفسها بغية تستغنى عليه وقلنا أن هذا الكلام لنصيري فقط ديبلوماسي لأن الحقيقة هي يوسف لا يتحمل تقس البارد في لندن المهم إداعة كادينا كوبي قالوا أيضا قالوا بأن النادي الأندلوسي تتمنى أن تكمل هذه الصفقة وينتظروا حاليا قرار اللاعب يوسف نصيري يعني فوتمركاتو قالوا لينا بأن نصيري عطال موافقة له بينما إداعة كادينا كوبي قالوا أن إيشبيليا تنتظر قرار المغربي علما أن وكيل أمان صار يخرج ببراقة دو قداش واشكر فيه جميع الأندل المهتمة باللعب وقالها بالواضح بأن المغربي سيكمل موسم دياله مع إيشبيليا إذا حسب المواطعية الحالية يوسف الآن هو من عليه أن يقرر المستقبله واحتلم شان صار وانتقل لنيس قولا واحدا سيكون دار خطوتين 3-7-17 مليون للوراء فكيف يوقل ترفض عرض ويستهام وتلعب في أقوى دوري في العالم وتفضل في المقابل انتقال إلى نيس في دوري يعتبر للأمان متواضع جدا مقارنة مع البرميليك طبعا إضافة إلى أن نصيري مع ويستهام يونايتشد أكيد كان سيزيد يطور فيه من إمكانياتي الفنية والبدانية والتاكشيكي وما شبه ذلك واللي أوتوماتيكي سيفيدنا إحنا كمنتخب مغربي أما نادي نيس بالنسبة لي حتى لمشى دارها نصير وانتقل لها فلا حول ولا قوة إلا بالله لأن المنطق العقلاني كيقول أنه خاص ينتقل لدوري أكبر مع نادي أفضل من إشبيليا طبعا أو على الأقل في نفس موقعات وأهمية وتقل نادي الأندلوسي عموما صاركي بقى للقرار الأول والأخير وهو يعرف وقبل ما ندوزوا للخبر المتعلق بحكم زياج وصفين أمرابط نستعرض معكم سريع الهدف دي البدر بانون اليوم اللي يسجلوا معنا دي قطال قطاري في المبارك اللي كانت ضد فارق أمسلال والهدف كانت تحديدا في الدقيقة 75 من ضربة خطاء واللي نفده اللعب العراقي بشار رصان واللي كانت ساقطة في إتجاه المغربي بانون اللي لهذا الأخير قدر يهرب من مراقبة الدفاع ويغفر الحارس بحيث كما كتلاحظه كان سبق للوصول للكورا ثم الإنهاء برج اليسرى وبطيقة عالية جدا لحطه في الزاوية اليسرى للحارس خليفة أبو بكر ليعلن بذلك عن ثالث أهداف المبارك المهم بانون لعب 90 دقيقة كاملتان والتقييم كما عارفين لا يوجد في الدورة قطاري أما الحاكم زياج وصفين أمرابط والأخبار اللي كتربطهم ببارشلونة مبدئي البارح قلت لكم بأن تواجد أمرابط صفين في الكابنو لمشاهدة مبارك خطافي وبارشلونة ما عنده حتى شي علاقة لا من قارب ولا من بعيد بانتقاله أو الدخول حتى في المفاوضات مع النادي الكتالوني وأن الزيارة ديره هي الغرض شخصي فقط ليس أكثر وليوم تأكد ذلك رسميا وسمع معي يمزي المفاجئة واللي كتقول بأن بارشلونة لن يتعاقد مع أي لعب في هذا الميركات الشجوي رغم استغنائي معنى الهولندي من فيس دي باي والسبب حسب الصحفي لويس روخو اللي كيشتغل في صحيفة ماركة الإسبانية وأيضا موقع ماركة كذلك قالوا بأن بارشلونة لن يتعاقد مع أي لعب في هذا الميركات بسبب قيود اللعب المالي النظيف وفعلا إدارة النادي الكتالوني في الأول كانت تحطى العديد من اللاعبين في القائمة دياله اللي بغي يتعاقد معه في هذا الميركات الشجوي إلا أنه تبين في آخر المطاف أن ذلك سيكون مستحيل بسبب قيود اللعب المالي النظيف كما ذكرنا سيلفين وحاليا توجه داخل بارشلونة هو عدم إجراء أي صفقة في هذا الميركات وسيتم منح الفرصة للشباب أيضا هناك أخبار متعليقة بحكم زياش فكما عارفين برجوغالي جوزي ماريو دو سانتوس مورينو فيليكس سيضع لك اللعب المغربي زياش كخيال لتعويض اللعب نيكولو زانيولو في حالة انتقال هذا الأخير طبعا الجديد لهم وحسب صاحبة كوريالي ديال سبورج قالوا بالحرف بأن الإيطالي زانيولو طال موافقة دياله لانتقال للميلان وهذا يعني أولا بأن ميلان لم يهتم بحكم زياش أو بمعنى الصح هو أدق اهتمامه ليس جديا باللاعب وهذه شي رهبي ناتولينا في أكثر من مناسبة وتانيا راح اللعب الإيطالي نيكولو زانيولو سيفتح الباب أيضا أمام حكم زياش للانتقال لنادي دياب روما وللمعلومة فقط لمدارب جوزي مورينيو ما حاتش عينيه غير على الدولة المغربي حاكم زياش بل حتى على لعب أودانيزي جيراد دولوفيا وهذا شي طبعا حسب ما يروج في الصحافة الإيطالية أما عن المنتخب المغربي فمؤخرا بدأت تخرج بعض الأخبار واللي كتقول بأن واليدر جراقي سيستدعي بعض الأسماء الشابة في معسكر مارس القادم فباختصار ذلك الأسماء كاملة التي تم تداولها هي مجرد إشهادات صحفية ليس إلا وحتى الآن لا توجد أي لائحة أولية تم إعدادها بعد زائد المدارب والطاقم دياله يا الله راجعي للعمل وما زالين في مرحلة المتابعة والتقييم والتواصل مع اللاعب المغاربة اللي ممكن يتم ضمل بعض فيهم مستقبالا والآن ختموا مع خبر كيتعلق بلعب ريال مادريد لوكا مودريش فحسب الصحفي رامون ألفاريس ديمون المنتسب لصحيفة مارك الإسبانية قلبي أن نادي النصر السعودي ينوي استقطاب تاني النجوم العالميين بعد صاروخ ماديرا دون كريسيانو رونالدو حيث عرض على مودريش عقد يمتد لموسمين وبراتب 20 مليون يورو في الموسم الواحد يعني تقريبا أكثر بقليل من 20 مليون سنتيم مغربية وكما عارفين مودريش العقد دياله مع ريال مادريد غادي سياري في 30 يونيو المقبل وما زال ما تمش تجديد عقدي لحدود هذه اللحظة علما أنه الصرح في أكثر من مناسبة بأنه بغي اعتزل بقامس الميرينجي وطبعا كيف قدك شغير كلام فقط وراح تكريسيانو رونالدو سبق له الصراح أكثر من مرة أنه مستحيل للعافي الدولي الخليجي وفي آخر المطاف كما شفتوا انتقل لي بكل روح رياضية بسبب الماني والأموال طبعا وحتى لنا كنكون وصلنا لختم الفيديو وخير وكلامي ما قل ودل وكل عدة كان معكم إسلام في أمن الله ومع السلامة